مرحبا بكم معنا مشاهدين العزاء في برنامجكم نصائح مع الدكتور لطفي في هذا العدد التحضيري الخاص سيتكلم لكم الدكتور عن عوامل الخطورة بطريقة عامة قبل البدء في العدد الأول لشرحها كل على حدة بسم الله الرحمن الرحيم سوف نشرع من اليوم لبث بعض البرامج فيما يخص نصائح عامة للوقاية من أمراض القلب والشرايين اللولة اللي لازم يركز عليها أي شخص لازم أنه يكون عنده طبيب عام ويكون عنده طبيب قلب للعائلة أو خاصة إذا طبيب العام أرسل عنده وكيف تحافظ على القلب بتاعك لازم تحمي نفسك من عوامل خطورة كثيرة هذه العوامل اللي نقولوها لنعرفوها ولكن فيها عوامل خطورة ما نعرفوهاش وهذه تعتبر من نصائح المهمة في حياة البشر ومن بين هذه العوامل الخطورة الأولى اللي نتكلمو لها ارتفاع ذرط الدم ارتفاع ذرط الدم لازم إنسان يعتني بصحته لما يكون عنده ضرط لازم يتصل بالطبيب المختص عشان يبدأ البحث عن هذه الضرط والعلاج تعلاج لازم ثاني شيء مرض السكري لازم الإنسان يكتشف إذا عنده مرض السكري يتصل بالطبيب المختص في السكري على أساس يوازن له السكري لأن السكري يهذم الشرايين هذما وبعدين نتكلمو في الموضوع هذا لما نفصل للعوامل الخطورة كين عامل خطورة آخر وهو التدخين لازم نقوله خلاص كفانا التدخين قتل ومش فقط مرض الشرايين ولكن قتل البشر والنتيجة بتاعه مش جيدة مش فقط الشرايين بس وإنما أيضا فيه أمراض السرطان أمراض الرئة أمراض الماثانة أمراض الكيلة أمراض الحنجرة إلى أخيره إذن مش داعم تكلمو كثير في الموضوع التدخين إلا في حصة أخرى الحين في الموضوع التاعنا أيضا لازم نتكلمو على البادانة لازم واحد يحافظ على الوزن تاعه مش يأكل الفطور ويخلي يلحق عليه العشان تاعه وبين الفطور والعشان بعدين ما يدير لها رياضة وان راحة الماكلة تتراكم وبعدين البادانة تزيد لكل شخص إذن الإنسان يهتم في هذا الأمر تعالى الأكل يأكل كأن النظام غذائي والحمد لله فيها أطباء وفيه ناس مختصين في التغذية إذا كان ما يعرفش يستطيع يتباحها ويستطيع النظام كثير فيما يخص التغذية كذلك عندنا عدم الحركة عدم الحركة مهم إذا الإنسان ما يتحركش هذه من بين أفات لتستقدر تمرضك تمرض القلب تاعك تمرض العضلات تاعك تمرض دشارين تاعك إذن لازم الإنسان ينتبه لازم لا يتحرك كل يوم كل يوم لازم له على الأقل مرتين ثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة واللي ما يقدر فيه خروج البرى يشوف لعنده درج لازم يبحث على وسيلة أنه لازم يعمل للرياضة لما تشوف الناس في الغرب الرياضة عندهم كعبادة لماذا عندهم كعبادة لأنهم يعملون الرياضة يوميا ممكن تجهد واحدة عندها ثمانين سنة تمشي لك بالسايكل وتمشي وتسبقك أنت برجلك اللي في عمرك خمسة وثلاثين سنة وحاجة أخرى من بين عوام الخطور الإنسان ينتبه لها وهو كما تسمونه دوما الزعاف الهم هذا ممكن ما عندك ولا إصابة في الشرعين ولكن لما يكون عندك هم ممكن يعملك انسداد مؤقت ويعملك ذبحة قلبية وممكن إلى الموت إلى توقف قبل نهائي وكذلك مشارك العمل لتوصل إلى نوع من استرس يعني الضغط على العمل وإن شاء الله في الحصة المقبلة سوف نفصل عامل خطورة فرد فرد إن شاء الله وإلى اللقاء آخر إن شاء الله أتمنى أنكم قد استفدتم وآخرا وليس آخرا فضلا لا أمرا اضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة ليصلكم